ألعاب فيديو منعت حول العالم بقرارات حكومية اليوم سنتعرف سويا على مجموعة من أشهر الألعاب الصادرة في الفترة السابقة والتي تم منعها في العديد من الدول لأسباب مختلفة أندونيسيا تمنع إطلاق فاري كراي ثري ما الذي يدفع الحكومة الأندونيسية إلى اتخاذ قرار بمنع لعبة التصويب فاري كراي ثري التي تدور أحداثها في مناطق متفرقة داخل الدولة السبب هو الفقر المدقع الذي يظهر عليه سكان الجزر الأندونيسية والمجاعات والتشرد واعتماد السكان على الأسلحة النارية لحل المشاكل المختلفة وعدم وجود أي من القوانين التي يلتزم بها المواطنين المارينز ممنوعين من تجربة ميدل أوف اونار على الرغم من أن اي اي جيمز أطلقت حملة إعلانية ضخمة تؤكد أن أحداث لعبة التصويب ميدل أوف اونار حقيقية وتسرد أمجاد الجيش الأمريكي في حربه على العراق وأفغانستان إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت قرارا بمنع تجربة اللعبة نهائيا داخل القواعد العسكرية الأمريكية لماذا يتم اتخاذ مثل هذا القرار مع لعبة تمجد الجيش الأمريكي؟ السبب هو طور اللعب الجماعي الذي أعطى المستخدمين فرصة الظهور في دور جنود منتمين لحركة طالبان وهو ما تم اعتباره تأثيرا سلبيا على الروح المعنوية لقوات المارينز الإمارات تمنع تداول سبيس أو بي آس ذا لين بالرغم من أن أحداث اللعبة تدور في مدينة دبي الإماراتية إلا أن الشاكلة التي ظهرت عليها المدينة داخل العنوان أرغمت السلطات الإماراتية على منع تداولها حيث تظهر دبي مدمرة بالكامل يسيطر عليها الخارجين عن القانون وذلك بعد أن تعرضت للعديد من العواصف الرملية التي أخفت ملامح المدينة تماما ديد ريزينج ثري وألعاب الزومبي ممنوعة في ألمانيا بسبب حقوق الإنسان اتخذت السلطات الألمانية قرارا غريبا بمنع لعبة ديد ريزينج ثري وأي لعبة فيديو أخرى تتطرق للزومبي أو الموت الأحياء حيث ترى الحكومة الألمانية أن تلك الألعاب لا تساهم فقط في زيادة العنف ولكنها تحول الإنسان إلى عدو وتجعل من المباحي قتله والتمثيل بجثته وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان ومع القانون الألماني منع أنجستيس جوتس أمونغ في الإمارات بسبب كلمة الله قرار المنع ظل ساريا على اللعبة لفترة زمنية قصيرة قبل أن تقوم شركة النشر المسؤولة عنها بتغيير اسمها وبما أن العنوان فقط هو من تغير رفضت الإمارات رفع الحظر عن اللعبة نظرا لأن المحتوى نفسه لم يتغير إطلاقا المشاهد الجنسية تمنع إطلاق ماس إفكت في سنغافورا والإمارات تم منع إطلاق الجزء الأول من لعبة الار بي جي داخل دولة سنغافورا بسبب مجموعة من المشاهد الجنسية التي تتضمنها اللعبة وتحديدا مشهد المثلية الجنسية الذي يجمع شخصية افتراضية من كوكب الأرض مع شخصية أخرى من نفس النوع تنتمي للمخلوقات الفضائية دولة الإمارات منعت تداول اللعبة داخل أراضيها أيضا بسبب العلاقات الجنسية المثلية التي تتضمنها اللعبة والتي تتنافى مع قوانين وعادات الدول العربية هومفون سيفن ممنوعة في كوريا الجنوبية بسبب المخاوف من غضب النصف الشمالي على الرغم من أن أحداث اللعبة لا علاقة لها بكوريا الجنوبية إطلاقا إلا أن تناول اللعبة لأحداث تشير إلى اغتيال الزعيم الكوري كيم جونج أل واستخدام هذا الأمر في التسويق للعنوان كما لو أنه خبر حقيقي أدى في النهاية إلى زيادة التوتر بين الدول الغربية والآسيوية منع باتلفيلد ثري داخل إيران بسبب احتلال طهران أصدرت الحكومة الإيرانية قرارا بمنع تداول لعبة التصويب داخل أراضيها فور صدورها وذلك بسبب تطرق اللعبة لأحداث وهمية تشير إلى تمكن القوات الأمريكية من شن هجوم كاسح على العاصمة الإيرانية طهران واختراق أراضيها ناهيك عن معركة إجراند بزار ووجود خريطة في الطور الجماعي تدور أحداثها داخل الأراضي الإيرانية ومنذ ذلك الحين وحتى الآن يمنع تداول اللعبة بشكل نهائي على الرغم من إطلاق الجزء الرابع منذ عام تقريبا منع مينهاند تو في معظم دول العالم السبب الرئيسي في منع اللعبة كان العنف المبالغ فيه وعمليات القتل البشعة التي تتضمنها اللعبة بالإضافة لربط اللعبة بالعديد من الحوادث والهجمات الإرهابية التي حدثت على أرض الواقع وتم اتهام اللعبة بكونها السبب الرئيسي في حدوثها مشروبات الطاقة تتسبب في منع E.A. Sport MMA داخل الدنمارك في عام 2010 داخل الدنمارك الدولة التي تمتلك قانونا حازما يمنع التسويق لمشروبات الطاقة المختلفة بسبب تأثيرها السلبية على الصحة وبما أن اللعبة تضمنت لوحات إعلانية لمجموعة من تلك المشروبات مثل ريتبول ومونستر فلم يكن من المفاجئ منعها داخل الدنمارك فور إطلاقها مباشرة الصين تمنع دخول فوتبول مانيجر 2005 تم إصدر قرار رسمي بمنع تداول اللعبة داخل الصين بسبب خطأ صغير وقع فيه فريق التطوير حيث أشاروا إلى منطقة التبت المتنازع عليها بصفتها دولة مستقلة داخل اللعبة وبما أن الصين تؤكد أن التبت هي جزء من أراضيها فقد تم إصدار قرار بمنع تداول اللعبة داخل حدود الدولة حتى قام فريق التطوير بتصحيح الخطأ بعد شهور قليلة والإشارة إلى أن التبت تابع للصين لتوافق السلطات الصينية على الفور على بيع اللعبة داخل حدودها لا وجودا لسلسلات God of War في السعودية سبب منع اللعبة من قبل الحكومة السعودية هو تضمن العنوان لكلمة إله أولا وثانيا وجود محتوى جنسي ضخم وعنف مبالغ فيه ومشاهد جنسية تفاعلية وألفاظ خارجة ومشاهد عري عديدة وعلى الرغم من أن اللعبة ممنوعة داخل الدولة إلا أن بعض المتاجر قامت بتوزيعها بشكل سري بعيدا عن أعين المسؤولين ولكن غالبا ما يتم مصادرة أي نسخة يتم العثور عليها في أي متجر إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى اللايك واشترك بالكناة وشارك الفيديو مع أصدقائك